وزير الداخلية ندرس بناء علاقات مع الأسد على المستوى الأوروبي النمسا تبحث سبل مواجهة حظر محركات الاحتراق أوروبيا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 351 ألف شخص خبراء الطقس يحذرون من فيضان نهر الدانو بسبب الأمطار دراسة أوكزيد تكشف كلفة خروج النمسا من الاتحاد الأوروبي غرفة العمل تثبت أن المواد الغذائية في النمسا أغلى من ألمانيا بـ 24% مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر أن مسؤولين أوروبيين أبدوا تأييدهم لإعادة المهاجرين إلى سوريا بينما تعارضه دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا أزعم كارنر أن مؤيدي إعادة المهاجرين يستندون إلى أن الكثير منهم يأتون من مخيمات في تركيا أو لبنان وليس من سوريا مباشرة مما لا يشكل أساسا لطلب اللجوء حسب زعمه وبين أن هذا النهج يواجه عقبات قانونية وأخلاقية نظرا لضرورة التعاون مع نظام الأسد الخاضع لعقوبات دولية خاصة إن كان إعادة المهاجرين أو إن كانت إعادة المهاجرين تستحق مخاطر شرعانة حكم الأسد ناقش المستشار النمساوي كارن يهم وممثلون من السياسة والعلم والاقتصاد سراتيجيات مواجهة قرار حظر محركات الاحتراق في صناعة السيارات وأعربا يهم أن النمسا بلد السيارات ويحتاج إلى إلغاء حظر محركات الاحتراق مشددا على أهمية التقدم التكنولوجي بدلا من الحظر ويدعم وزير الاقتصاد النمساوي مارتن كوخر وحاكم ولاية اشتاير كريستوفر دريكسلر الانفتاح التكنولوجي لتحقيق حماية فعالة للمناخ مع تأكيد دريكسلر على أن التقدم التكنولوجي يجب أن يحل محل الأيديولوجية الجامدة ارتفع عدد العاطرين والمشاركين في برامج AMS بنسبة 9.5% مقارنة بمايو الماضي وبلغ معدل البطالة 6.4% وبلغ عدد المسجلين لدى خدمة التوظيف النمساوية AMS كعاطلين عن العمل أو في برامج تدريبية أكثر من 351 ألف شخص في مايو ويظهر هذا الرقم استمرار تأثير ضعف الاقتصاد على سوق العمل وقال وزير العمل مارتن كوخر معدل البطالة الحالي أقل من متوسط 7.2% المسجل بين 2008 و2023 وأضاف أن تعزيز التعليم والتدريب للأفراد ذوي التعليم المنخفض يعد هدفا مهما لتحسين فرصهم في السوق توقع خبراء المياه في النمسا ارتفاع منسوب نهر الدانوب بسبب الأمطار الغزيرة ومن المتوقع تجاوز حدود التحذير من الفيضانات يوم الاثنين ويرجع ذلك إلى كميات المياه الكبيرة في نهر الدانوب البافاري والأمطار الجديدة التي ترفع منسوب نهر أن في بافاريا وتتوقع خدمة الهيدروغرافيا ذروة الفيضان يوم الثلاثاء مع تراجع للوضع بحلول الأربعاء ومن المتوقع موجة ثانية مماثلة خلال الأيام المقبلة دون أضرار كبيرة أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث الاقتصاد فيفو أن خروج النمسا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تكلفة باهظة وأظهرت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي للنمسا سينخفض بمتوسط 35 مليار يورو سنويا تتراوح السيناريوهات المحسوبة من انخفاض بنسبة 5.3% إلى 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي أما بالنسبة للأفراد قد تصل الخسارة إلى 3860 يورو لكل شخص وتوقعت الدراسة أن خسائر أوكزيت المفاجئ ستكون مضاعفة على المدى القصير حيث تدفع النمسا حوالي 3 إلى 4 مليارات يورو سنويا مع عودة حوالي 2.3 مليار يورو في المتوسط للزراعة والبحث أظهرت دراسة أجرتها غرفة العمل أن أسعار بعض المنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية في النمسا أغلى بكثير مقارنة بألمانيا بنسبة تصل إلى 24% في المتوسط وقارنت غرفة العمل ثلاثة بائعين نمساويين باثنين ألمانيين ووجدت أن 43 من أصل 48 منتجا كانت أغلى في النمسا وكانت تكلفة المنتجات في النمسا 212 يورو في المتوسط مقارنة بـ 171 يورو في ألمانيا وأشارت الغرفة إلى أن زيادة الأسعار في النمسا حقيقة مؤكدة حيث تمثل بعض المنتجات فرقا أو فروقا كبيرة وطالبت بمزيد من الشفافية ومراقبة الأسعار المستمرة كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراف على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة